انتظر طلاب الثروية العامة في صنعاء وبقية المدن الخاضعة للصدوة الحوثية بفارغ الصبر اعلن نتائج امتحانات من العام 2024 التي ظهرت مخيبة الامن للطلاب المجتهدين واولياء الامور كاشفة حالة من العشوائية والتجارب الفاشلة لميليشيا الحوثي في وزارة التربية والتعليم التي حولها شقيق زعيم الميليشيا الى وكر للتحشيد للجبهات والتجهيل للاجيال واحباطهم التي كشفت نتائج الثانوية العامة مؤخرا عن اخطاء فادحة رافقت عملية الاختبارات في وضع سئلات خالية من المعنى واخرى لا اجابة لها وثالثة حددت اجاباتها في خيارات جميعها خاطئة ورصد وجمع الدرجات وتصحيح الاجابات فضلا عن نتائج المهولة للموالينة للجماعة ووصلت حد حصول البعض على مئة من مئة في سابقة لمثيل لها في حين الطلاب متفوقين في جميع الصفوف الدراسية حصلوا على ستينات وأدنى من ذلك مراقبون التربويين اكدوا نوفي ظل غياب المعلم في المدارس الحكومية وانزوحي الى المدارس الخاصة اثر استمرار توقف صرف المرتبات وانعدام الكتاب المدرسي وانتعاش مبيعات في السوق السوداء تتسع رقعة الأمية من عام لآخر ومعها تتزايد اهتمامات الميليشيا الحوثية بإدارة المدارس الخاصة ومنح معدلات عالية لطلابها وتفعيل الأنشطة الترفيهية وأحياء المناسبات الطائفية مصادر مطلعة تنأكدت أن ما يجري في وزارة التربية والتعليم في صنعاء هو إحلال مشروع سلالي خبيث يتم خلاله تهميش الطلاب الأذكية وإبعادهم من التعليم أساسا وضع معدل ضعيف أو الترسيب المتعمد بهدف تحويلهم إلى طلاب فاشلين والدفع بهم إلى الجبهات وإتاحة المجال أمام أبناء السلالة الحوثية للتفوق اشتركوا في القناة